في الوقت الذي لاقت فيه تعديلات مجلس الأعيان على مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل اعتراضا من قبل قطاعات اقتصادية يؤكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية الدكتور أمية توقان أن اللجنة أخذت بالمقترحات الحكومية عند مناقشة مشروع القانون لدقة المرحلة وصعوبة الوضع الاقتصادي ولتعويض الإرادات التي ستتراجع إلى نحو 100 مليون دينار جراء التعديلات التي أدخلها مجلس النواب بينما يؤكد وزير المالية أن تعديلات النواب ستضر بمصالح الأردن ولا تتماشى مع اتفاقية صندوق النقد الدولي للحديث عن تبعيات تعديلات مشروع القانون من قبل الأعيان والخلافات بين السلطات التشريعية على بنوده ينضم إلينا في داخل الاستوديو دكتور محمد الرواجدة المستشار الاقتصادي السابق في الديوان الملكي دكتور محمد يعطيك ألف عافية دكتور بداية وقبل أن نبدأ النقاش عن قانون الضريبة كيف تقرأ الوضع الاقتصادي في الأردن؟ للأسف الوضع الاقتصادي اليوم في الأردن هو الأسوأ منذ حوالي عشرين عام والدليل على ذلك معدلات النمو الاقتصادي اليوم حوالي 2% وهي الأقل يعني منرجع اليوم إذا منيجي بنحسب معدلات النمو لأول عشر سنوات من التسعة وتسعين للألفين وتمانية حوالي ستة ونص بالمية ومن التسعة من الألفين وتمانية لليوم حوالي أربعة ونص بالمية اليوم إحنا 2% هو الأقل مؤشرات الاقتصادية بشكل عام كلياتها في تراجع مستمر البطالة اليوم 18 ونص بالمية معدلات الفقر اليوم لليوم الحكومي مش رضي تعطينا شو المؤشرات تبع الفقر الحقيقية وتفصح عن الدراسة اللي طلعت فيها وشو الأماكن الأقل فقرا بحيث تتوجه جهود التنمية تجاه تلك الأماكن مؤشرات السوق المالي هي الأسوأ اليوم حجم التداول قليل جدا المؤشر السوق المالي في انهيار اليوم سوق عمان المالي فاليوم أنا الوضع الاقتصادي بشكل عام الوضع سيء جدا وأعتقد أنه الاقتصاد اليوم مريض ومرضه صار صعب يعني وصفته بالأسوأ والأسوأ والأسوأ السبب الحقيقي وراء السياسات الحكومية خاصة خلال العشر سنوات الماضي يعني من 2009 على اليوم كل السياسات الحكومية تلجأ إلى جيب المواطن الأردني وسياسات كلياتها تقشفية وانكماشية والاقتصاد في هذا الوقت يحتاج إلى سياسات توسعية يعني أنت بترفع سعر الفائدة على الدينار وبنفس الوقت بترفع الضريبة وهذا الحكي مش منطقي فأنت بترفع سعر الفائدة على الدينار خفض الضرائب حتى أنها تتحسن الحركة الاقتصادية فأنا بختصر المشهد اليوم الاقتصاد الأردني بيعيش بغرفة إنعاش يعني أنت ذكرت سوق عمان وهو المرأة الاقتصاد السوق عمان اليوم قاعد بنازع وهلأ بنحكي بالضريبة وإيش اللي صار تفضلت في المقدمة اليوم بنازع ما حدا قادر بعمله أي شيء هو صحيح مرأة للاقتصاد بس كمان السوق المالي اليوم بيحاجة لخبراء اقتصاديين وخبراء ماليين يشوفوا هذا السوق ليش قاعد بنازع وكيف بدنا نحرك هذا السوق دكتور يعني في ظل هذا الوضع يعني هل لك أن تطلعنا على تبعات تعديلات مجلس الأعيان على هذا القانون خاصة في ظل تنفيذ برنامج إصلاح مالي مع صندوق النقد الدولي وتصريحات الحكومة بأن هذه التعديلات ستحقق 50 مليون دينار سيدي يؤسفني وبندهش وبستغرب من اللي صار في مجلس الأعيان وأكون صادق معك مجلس الأعيان هو مجلس الملك ومجلس الأعيان هو الأكثر تحيزا يجب أن يكون للمواطن الأردني اليوم الحكومة قدمت مشروع قانون معدل لقانون الضريبة مجلس النواب عمل تعديلات على هذا القانون الشعب الأردني لا قابل لا بمسودة القانون اللي إجابة للحكومة ولا بالتعديلات اللي إجابة من مجلس النواب بالمناسبة لأنه لما نقعد مع القطاعات التجارية والصناعية والزراعية ما حدا يقابل بهذا القانون القانون صار زي الرعب للمواطن والشارع بجوز لأنه الحكومة الماضية استقالت بسبب هذا القانون اليوم اللي منشوفه أنه مجلس الأعيان قاعد بحط تعديلات بصراحة تعديلات قاسية على الاقتصاد الوطني بتفهم وجهة نظر مجلس الأعيان لكن اليوم أنا اقتصادي أعطيك مثال مثال على هذه التعديلات مثال القطاع الصناعي القطاع الصناعي كنا بنعرف أنه هذا القطاع قاعد وضعه بانهيار مستمر وهذا القطاع كله في الانتاج عالي جدا فيه وبالتالي بطل يقدر ينافس وصار يروح الناس اللي موجودة عنده الكهرباء عالية صحيح خصوصا حذر قطاع الصناع من هروب لتثمارات رجع الصناع الوطنية نعم سيدي فأنت بتيجي بتعدل بالقانون وبدأك تغفرض ضرائب إضافية عن قطاع الصناعي تزيد من 14% للنسبة التي تفضلتها بين 25% إلى 50% هذا هذا شيء القطاع الصناعي رح يتأثر بشكل كبير إذا تأثر القطاع الصناعي في ناس بتفكر بتقول لك ماهون قطاع التجاري 20% ما بتأثر لا يا سيدي القطاع الصناعي عندما يتأثر القطاع الصناعي ما أخذ قروض من البنوك من 14% إلى 25% إلى 50% نعم وبتنزل خلال السنوات يعني التدريجي بتنزل اليوم القطاع الصناعي ما أخذ قروض من البنوك فبالتالي القطاع البنكي رح يتأثر وإذا تأثر القطاع الصناعي والقطاع البنكي الحركة الاقتصادية كلها رح تكون سلو داون تباطق وهذا سيؤثر على القطاع التجاري وبالتالي كل القطاعات اليوم بتشعر أن كلها ماشي جن بعض كلها ستتأثر بهذا القانون وهي حسين أنها تعاطفت مع بعض نعم تعاطفت وستتعاطف أكثر لأنه كلهم اليوم مثلا بحكي معي كنت أحكي أنا ونقي بالتجار القطاع التجاري ما فيه مش متأثر بالقانون العشرين لكنه تعاطف لأنه بعرف أنه هذا التباطع سيؤثر على القطاع التجاري يعني القطاع الزراعي وصف مجلس النواب أو قالوا بأن المجلس خذلنا سيدي القطاع الزراعي هو القطاع الأضعف للأسف القطاع الأضعف مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي اليوم 3% وهذا سيندثر مع الوقت قبل عشر سنوات كان 6 و 7% اليوم 3% فأنت الأصل فيك تفكر كيف تدعم هذا القطاع لأنه يأمن الغذائي لك للبلد وبالتالي ليس اليوم أنك تتجي تدور على هذا القطاع كيف تفرض عليه ضريبة وكيف تستفيد منه دكتور أين هذا الكلام من الخطة الاقتصادية والنهضة التي تحدث عنها رئيس الحكومة دكتور عمر رزاز دكتور عمر رزاز أنا أحترمه كشخص لكن تفاجأت ببرنامج ضعيف قدمه رئيس الحكومة بمشروع النهضة الوطني وأنا قدمت بجوز مداخلة على الفيسبوك وعلى المواقع رأيي بهذا البرنامج هو برنامج ضعيف وأنا بدي أحكي دليل على ذلك اليوم أنت بتيجي بتحكي بتقول أنا بدي أحسن خدمات الصحة والتعليم والنقل وبيدي أخلق فرص عمل ورح تكون بدي أعزز مفهوم الإنتاج وأشياء كثيرة يتحدث بها وشركة مساهمة قابضة وأشياء كثيرة تعدث بها فرص عمل كبيرة وفرص عمل كبيرة طبعا إحنا بنا نتذكر دائما أن الحكومة قطاع خدمي وليس قطاع إنتاجي وبالتالي أنت بدك تخاطب القطاع الخاص بالدرجة الأولى بدك تحفزه هذه الإجراءات كلها التي تحدثت عنها ومحتوها في الموازنة 2019 2018 كانت موازنة 9 مليار دينار 2019 9 و 2 بال 10 مليار دينار هل كل هذا الذي تحدث فيها دولة الرئيس يجب 200 مليون دينار بالموازنة اشرح لنا ووضح لنا ووزير المالية ونائب رئيس الوزراء يقول أن هذه الموازنة انكماشية وتقشفية واليوم أنا بعيش شي بسميه بيريش ماركت يعني بيريش ماركت يعني سوق دبي الدب من رأسه نازل لتحت ويمشي شوي شوي بطباطه وهذا هو الاقتصاد الأردني اليوم وبالتالي أنت بدأك تيجي بخطة بدأتكون واضحة مفصلة يفهمها الناس صارت سيدي الشعب الأردني صار كله بفهم اقتصاد بإيجاز سريع دكتور توصياتك للتعديلات أنا برأيي أن المواطن الأردني اليوم لا يثق بأي جهة بموضوع قانون ضريبة الدخل هذا اللي أنا بشوفه اليوم بالشارع لكن بجوز القانون اللي قدموا مجلس النواب هو الأقل ضررا على المواطن في الوقت الحالي مجلس النواب المجلس النواب يعني اليوم أنا ليش أفرض ضريبة على السوق المالي ليش أزيد الضريبة على القطاع الصناعي على أسهم اليوم القطاع يعني سوري السوق المالي اليوم زي ما حكيت لك من 43 مليار دينار قيمة سوقية اليوم 16 مليار دينار قيمة الداول 2 مليون دينار مضبوط كانت 60 و70 و50 مليون معقول أترك هذا السوق المالي ينازع لحاله صحيح دكتور محمد الرواجد الاقتصادي السابق في الديوان الملكي شكرا جزيلا احترام اتنسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر